هي دي سرطة الوصول. اول ما تريد توصل مطار كنساي. هتخرب من الباب هنا. هتلاقي مكتب تغير العملة. وعلى فكرة ما ببقاش فريق كبير بين هنا وبرة المطار. فممكن تغير مبلغ صغير عشان كانت تخرج مواصلات لجاية آآ وسط البلد. آآ المطار بقى زحمة شوية مش زي الاول. آآ ولكن معظم التهيرات جاية من تايوان آآ مانيلا آآ سينافورا امريكا والاماراتية. فانت لو جاء على مطار آآ كنساي من اي دولة عربية مش هقدمك اوبشن غير مطار غير التهيران الاماراتي. وهدي مكاتب العملة. طيب معك شونا التقيلة ومش قبل تشيلها. هنا في خدمة توصيل آآ شونات لغاية اي مدينة انت اعايزها. آآ وبمقابل يعني يعني معقول مش غالي قوي ولا رخيص عادي. بتروح اي حتة لو انت معك شونات آآ تقيلة. هتلاقي هنا آآ اللي هو الاتم ماشين مكان سحب الفلوس لو محتاج تسحب لو معكلة الكارت ومحتاج تسحب آآ فلوس. آآ طيب لو قاعد فترة قليلة. يعني جاي سياحة خمس ديام اسبوع. هنا في مكتب لتأجير آآ الواي فاي او الخط لتليفون. فده بيعطيه برضو ايه لو انت مستعجل او محتاج تليفون ضروري فممكن تأجر هنا وبترجعه هنا برضو تاني مفيش مشكلة. موبايل او واي فاي. فعندك الاتنين اوشن. زي ما قلت لك الموضوع آآ سهل. هتقل العلامات او الصين في كل حتة. يعني هنا شرح لك لو انت هتاخد المركب لو هتاخد لو هتاخد القطر كتب لك الموعيد والمكان اللي انت عايز تروحه. الموضوع سهل يا جماعة او ما توصل مطار كانساي. المطار صغير هو اربعة دوار. اه اول دور دور الارضي لو اصلت الوصول. توصل مطار كانساي هتلاقي اول لوسند تشوفه في اليابان. طبعا ده هكون زي السورة مراكت الصغير موجود في كل حتة في اليابان. اول واحدة هتشوف اول ما توصل عيبقى موجود هنا في المطار. هذه الخدمة اللي انت ممكن هنا فيه سيم كارت لو عايز تشتريه بس بيبغال شوية. يعني مكتوب جابان سيم بخمس تلاف وخمس مئتين يعني حوالي خمسة واربعين دولار. ممكن لو عايز تشتري بتشتري من هنا بالكريدت كارت. برضه وتاعي مش عارف تروح فين ولا تعمل ايه فهنا هتلاقي هنا فيه مكتب اللي هو المعلومات ولكن هما بيتكلمون اربع لغات انجليزي وصيني كوري وياباني فممكن لو احتاجت اي حاجة عايز تستفسر اي حاجة تيجي هنا مكتوب او كان ساي توريس وده برضه اول ما تصل مطار كانساي اول هتشوفه في اليابان. عايز بقى ايه تروح ايه المكان اللي انت رايحوا الفندق او المكان اللي انت رايحوا بتطلع بره الباب هنا اهو كده هتلاقي اول حاجة وافضل حاجة الوتوبيس. الوتوبيس بيروح معظم اه المناطق في منطقة اه كانساي. انا عايز اريكم الخريطة على الوتوبيس بيروح فين. ده افضل اختيار ليك الوتوبيس. لو عارف تطلع من بره المفتار من الباب هتليف وشك. هي دي محطات الوتوبيس. هوريكم بيروح فين ورقم المحطة. دي القريطة تطلع بتوبيس محطات الوتوبيس بيروح فين? يعني مسلا لو انت رايح في منطقة ا fulfilled حقيقة رقم اربعة. لو انت رايح آه اساكا رقم خمسة. لو انت رايح قوبة رقم ستة. ولو انت رايح بعيد قايمة رقم حداشر. ايه. ايه لو انت رايح نارة رقم تسعة. آآ ده يعني آآ اول اختيار ليك. لو انت رايح ما تعمل المناطق ديات جنب محطة توبيس ده افضل اختيار آآ ليك. هو ده توبيس. انا بس عايز عليكم شكرا عامل ازاي? ده رايح محطة وساكنة. بياخد حوالي ساعة من هنا لغاية آآ وساكنة. وبتخط الشوانة ده عادي مفيش اي مشكلة. تيجي بقى اي عشان تيجي تعالي التذكرة? ده عطي بيس تقطعها من هنا. ممكن تستعمل الكريد كارت الفيزا او الماستر كارت او كاش مفيش مشكلة. فتيجي تعالي التذكرة من هنا. فمفيش مشكلة. نيجي بقى للتاني اللي هو القطر. لو آآ القطر محطات القطر الريبة لك للمكان اللي ترايحوا. فهنا فيه خطين. خط النينكي وخط الجيء. وزي ما قلت لك هتلاقي الموضوع سهل. هتلاقي الصين في كل حتة. هتقريبك هوا القطر قدام. تقريب لك فوق اهو. محطة كنساين. البرتقاني دوت ده خط النينكي بيروح اساكة. والجي ار اللي هناك دوت اللبني بيروح برضو اساكة. هو الاختلاف في نوعية القطار. بتاع النينكي يعني ايه شكله حلو شوية. طبعا التذكرة مختلط هتسعر آآ مختلف. هي دي محطة آآ كنساين بتاعة آآ الاطش. آآ وهنا هتلاقي آآ المكان التذاكر. ممكن تشتري بالكريزي الكارت وممكن تشتري كاش مفيش مشكلة. طيب نفترض لو جيت متأخر او جيت بالليل وما فيش مواصلات هنا فيه فندق للمبيت ممكن تباتي. غالبا الليلة فيه كابسولة بحوالي ستلاف يعني حوالي خمسين آآ دولار الليلة. يعني حقا عامل لك حتى الخريطة القطار بيمشي ازاي بتاعش دي ار بيروح فين. ممكن تغيير عام كتوق سايكا بيوتو. الموضوع سهل يعني مش صعب بموضوع الوصين او اليرشدات. ممكن تحديد حتى الخروج بالموضوع الهواء. هاً